اشتركوا في القناة 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 لما اهبت الى الارض كان اول شيء اكل من ثمارها النبق هذا شجرة النبق تطحن بالهاوان جيد يصير مثل بودرة تخلي على قازان جدرية جدرية مع الماء وتقرأ عليه آيات الكرسي ويداعش صورة الفاتحة ويداعش صلاوات عن النبي هذا للزواج رجاء اخواني اخواتي انا في سبيل الله اعلمكم هذا العلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيروا الناس انفعهم للناس نجد انفعكم هذا احسن علاج للزواج خون شاو يستعود شارع سري زواج دك همشتك دك همشتك دك همشتك بكرة الحمد لله طفت كهرباء ليس مشكلة انا عندي خط هذا علاج للزواج للبنين والبنات آيات خلون على جدرية مع الماء الكهرباء طفت لما ليس مشكلة ولكن انا عندي خط الحمد لله يا رب العالم هذا الفضل من الله لما خليت على آوان تحمتها يصير مثل البودراء تخلون على طشت ماء يعني سلس سبع لترات ماء وتتوضعون تتوضعون غضوء جيد وتخلون ايدكم يون على هذا الطشت تقرأون اداعي الصورة الفاتحة اداعي الصلاة عن نبي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اللهم صلي على محمد اداعي الصورة الفاتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ماذا بيه تعليمات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإداعي الصورة الإخلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الناس من شر الوسواس الخناس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وهذا من دعش مرة وآت الكرسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء من علم لا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيف من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق لمن في صام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور وهذه دعش مرة خلص يسنهموا يازدي 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 لما قرأت على هذا الرقي صار الرقي الشرعية ما سيبه هذا الماء يومي ثلاث غلاسات هذا ماء السدر يشربون هذا الشدرة السدر الشدرة النبق الشدر الأخضر ترخيص بثلاث دولارات بأربعة آلاف عراقي شنون؟ لا شنون غالي موجود بكل مكان وبيه تعليمات وتشربون هذا علاج للجواج للسحر للجن رب العالم يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين نبي صاصم يقول من سحر فقد كفر فالإسلام السحر كافر لأنه ما يفرقون به بين المرء والزوجي الساحر هو كافر ولكن مع الأسف الطيبين المؤمنين صاروا سحر الدجلة أمام نفسيتهم ضعيفة والدجال صار الدجال والساحر صار رجل طيب الآن بهذا الوقت الخطر مع الأسف نبي صاصم يقول يصدقون الكاذب صادق والصادق كاذب من هذا الوقت سبحان الله لأن ليش عقليتهم ضعيفة متخلفين حشاكم ما يتفكرون بالعلم والمعرفة والعقل يتفكرون بس باللسانهم اللي يتكلم كلام سوء مني ويا مع أي أحد هو متخلف يعني إنسان مثقف والشريف والطيب أمد ما يتكلم كلها السيء أمام الله هذا البشر يقول أنت عندك أخطى هذا هذا نبي صاصم يقول الدينه النصيحة ولكن أنت تعرف نبي صاصم يقول كلم الناس على قدر عقولهم اللي يتكلم كلها السوء في طريق الفيسبوك هذا الرجل ما عنده ما عنده أي غيره شهامة لأن اللي عنده غيره شهامة وشرفه كرامة أبد ما يسبل لحد نبي صاصم يقول ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحشي ولا البذي اللي إخلاقه طيبة اللي الشريف اللي طيب أبد ما يسو أحد ما يسب أحد ما يضرب أحد رجل طيب الشريف مرأة له رجل هو الطيب ولكن إنسان الفاشل وفاسد عشاكم بس يتكلم كلام سيء ويسب الناس ويكره الناس ويتكلم كلام سيء مع الله مع الرسول مع الحكومة مع الناس مع الفقراء مع المساكن يسب كل شيء لأنه الرجل متخلف متأخر في العقل والنقل إخواني هذا هو علاج الجن والسحر والعيد أنصح لهذا المحترمين الذي يسبون الناس رجل لا يسبون أحد لأنه هنا هذا المكان علم والمعرفة يعني لحد الآن إحنا والله ما أخذنا من أحد ولا درهما ولا فلسا ولا أي شيء ولكن هذا الناس الذي قسم منهم متخلف يتكلمون كلام سيء مع الناس يعني مع الأسهل لحد الآن إخواني وخواتي وصلى الله على سيدنا ولا حبيبنا ادعونا إن شاء الله نشروا هذا البنين والبنات حتى يزوجون إلا بهم سحر والأحسن علاج يعني بصاصم يقول إن آدم لما أهبت إلى الأرض كان أول شيء أكل من ثماره النبق هذا نبق نبق هذا شدرة السيدر وأخواني وأخواتي أبو صحيح أي شيء عندكم نصيح إليه إنصحوني ولكن بكلام طيب الدين والنصيح ولكن هذا قسم من ميت واحد واحد يسبنا أنا ما أزعل أدعو لهم من رب العالم أن يدعوهم لأنني ما عندي مشكلة وحد ما أخل من أحد فلس والله عندنا جمعيات الخير نساعد الناس أي واحد فقير مسكين نعطي علاج بلاش وعندنا مستشفين ولا فقر نعطي علاج في سبيله ولكن هذا الناس يعني يعني الصحي اللي يسبوننا أقسم منهم مسيحين وأقسم منهم إيزدين وأقسم منهم اللي ما عنده دين ملحدين بس ليش تسب عندي أخطاء انصحني عندي أي خطأ انصحني إذن أي حزب علماني انصحني وعزب ملكي وعزب إسلامي أنا ما نتهم ليه حزب رب العالم يقول ومن أحسن قولا ممن دع إلى الله وعمل صالحا وقال إنني منسلم أنا مسلم ولكن السب الناس ونفسيته ضعيفة عشاكم متخلف متأخر الناس المثقف الشريف أبد ما يسب أحد الناس الطيب أبد ما يشجر الناس أبد ما يصر عصبي الناس رب العالمين يقول نبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن المؤمن الإنسان ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذي صار لخمسة عشر أكثر وعالج المرضى قسم من بالله ما أخذ من على الدرهم ولا دينار يقول الشيخ علي ليش ذبونك بسجن في السعودية أحد ما ذباني بسجن بس تعرفون السعودية ما يحكم بشرع الله صار إزيحان بالمدينة رقيت على الناس كثير من الناس رب العالمين الشفاء ما يصير لسبب يقول الشيخ علي شلون العميان الأخرز يطيب يومك حبيبي أنا ما أشفي الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى رب العالمين هو الشافي هو الكافي قسما بالله أحد ما يشفي أحد ولا طبيب ولا شيخ ولا سيد ولا دكتور ولا أي واحد ما يشفي أحد الشفاء من عند الله ولكن أكو يقين وأكو إيمان كلنا عندنا إيمان بالله ولكن ما عندنا يقين اليقين هو أنا عندي حسن أخوكم صغير عندي يقين والله العظيم رب العالمين إذا أقول رب العالمين هذا الجبل أنا عندي يقين رب العالمين هذا الجبل من هنا لأن اليقين اليقين إخواني أخواتي أقوى من الإيمان إيماننا صار ضعيف يقول شلون كيف يطيب هذا المريض أخرز أطيب حبيبي رب العالمين يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل نرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفق القرآن دمر الجبال ما يدبر الدمار العيون وحصوا بالمرارة بالكلاء هاي حبيبي يعني أين عقلنا أين عقلنا إخواني رب العالمين يقول وإذا من لسان إبراهيم عليه السلام وإذا مغضت فهو يشفين رب العالمين يقول وننزل من القرآن ما وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار قرآن شفاء قرآن معجزة لا زين يقول الشيخ علي حشاكم عشاكم cross يقول الشيخ علي انت الدجال قسم منهم انت ساحر انت كذب هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين برهان واحد دليل واحد كآني كلوتشي أني ساحر أني دجال دليل واحد بس دليل واحد ما أريد دليل كثير دليل واحد جيب قل مع sure علي انت كذاب انت ساحر انت الدجال تأخذ من الناس قسما بالله ما عندي أي صيدلي قسم بالله ما أخذ من حد ولا درهما ولا فلسا ولا دينارما بس مع الأسف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ساحر مجنون كذاب دجال شنواني رجل بسيط أبويا كان باذر بلك الناس شكرا جاءني أبد والله ما أزعله ولكن أريد ناس يتعلم لسانه يصير طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء يعني الواحد يتكلم كلام سماعي أي أحد هو إنسان ليس طيب إنسان حشاكم حشاكم متخلف أي وعد إذا يسب الناس شوف هذا الرجل متخلف امرأة رجل إنسان يعني شلوه ناس يسب الناس ما عندك أي مشكلة معه يعني هذا يعني اللي عنده حشاكم حشاكم والله اللي عنده غيرة عنده شرف عنده كرامة عنده أخلاق ما يسب الله وما يسب الرسول وما يسب الأولياء وما يسب الشيوخ وما يسب الناس وما يسبنا لعننا بصراحة يعني وصل لهذا النتيجة لهذا الحد الناس يتكلم كلام سيء مع الناس يعني هذا مشكلة والله يعني خلاص يعني بصراحة إذا أقول هذا الفيروس قريب علينا بصراحة أخواني وأخواتي وهذا هو علاج أي سؤال عندكم أنا في خدمتكم وهذا علاج للزواج وللسحر وللجن رجاء نشروها حتى ناس يستفيد يا أخواني يا أخواتي أنا شاء أستفيد منكم قابل البيج هذا في فيسبوك يعطيني فلوس لا والله شاء أستفيد منكم أقول إليكم تعالوا أشتري هذا أنا أبيع لا والله والله ما عندي هذا بس أطيل للناس فقير أي واحد عنده فقير مسكين ما عندي مكاني أنا أطفيس بالله يعني شاء أستفيد منكم أخواني يا أخواتي تعطونني فلوس تعطونني عندي صيدة لي لا والله ما عندي والله أي صيدة لي هذا كله إفتراء رجما بالغيب يعني ناس رجما بالغيب مع الأسب أو خلقاني سبحان الله سبحان الله نتكلم الكرد شوية أو خلقان الأخوانات رسين إيمانيان زور كسدولو لصدنا فريد نفرك دوا الأخوانات سبحانه هاتو برهاناكم من كنتو صادقين إذا كان كنت أخذكم من كنتحكم من الزرق لكي برهاناك أنه أخوانات أخوانات يستطيع أن يقوله أيضاك أو خلقاناك أنه تم اخطان أخوانات إنسان كنت رأس كان يتبه برهاناك وذلك لن تحسين الاخوة بترسي. اخواني اخواتي هذا هو علاج سحر وجنه. خمس دقائق معكم. اي سؤال عندكم اني في خدمتكم ان شاء الله تعالى. استاذ فؤاد يقول الله يحفظك يا شيخ علي. انا من جزائر ابو صراس اهل الجزائر. انتم طيبين على راسي. اه اه استاذ اه برد يقول الله يبارك فيك وجزائكم. جزائكم بارك الله. استاذ احمد يقول كيف استخدمه. بس اتكلم تشوف هذا اللايب مرة ثانية. شوف تعرف استاذ اه. اه خدر الزمن يقول بارك الله ففيكم ان شاء الله و تعالى. هذا اسمه الشجرة النبق. شجرة السدر. الشجرة الاخضر. عنده صدر ورقة النبق. هذا كبك. عارف يقول تبارك الله. بحبك في سرع حبك اللي دا. تبارك الله فيك. الستاذ اللي يقول جزاكم. استاذ هشام يقول حياك الله من الليبي. ابو صراس اهل الليبي طيبين. استاذ اهلم يقول الله يحفظك يا شيخ من المغرب. جزاك الله خير钟 إخواتي. استعاد سيدلا يقول الحمد الله. والأحذر بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. اخواتي اصبر آآ اصير جزاك الله خيرا. احسن كلام بارك الله. جزاكم بوريكايا شيخ شكرا. جزاك الله واختي تبارك رحمان. بارك الله فيك شكرا. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. وصل الله على سيدنا ولا حب الانحوكم من صميم قلب اخواتي اخواتي انأخواتي سيعيوان يقول بارك الله فيك جزاك الله جزاكم بارك الله فيكو وطريقة الاستعمال انتي تتكلمنا يعرفوا موتها بها بورة ثانية هgranه انجارة حبيبي انتم صراف節目 ولكن مرة ثانية لو اجساكم انقظيم شيئا وانو امجد يقول rode котر اهل يمن طيبين. اي شي عندكم نصيحة صحوني. ليش مرة ثاني كرتها هذا? اه ترجل اه استاذ اه ترجل طيب ابو سراسك استاذ. ليش كرتها مع الاسب حتى يوتيوبي حتى فيسبوك يوتيوبي يحاسبنا مع الاسب. مسحة ما الفيديو المبارحة قبل الذي صورناه مباشر مسحة في يوتيوب. فيسبوك مسحة مع الاسب. يعني ما يخلون حتى النشرة الدين والله العظيم. يعني نخدم البشرية. هذا الفيسبوك حاسبوني مسحة هذا الفيديو المبارحة مع الجمعة الذي تكلمنا مع السحر والجن مع الاسب مسحة. هذا مرة فاين ليش تكررتها حتى يستفيدوا مني. استاذ اسيرك دكتور امانة عليك. اه علاد القولون. اي واد عنده قولون نصف فنجان زيقين يشرب. ويشرب كابسولين تنشيط الذاكرة بالمعشب. كابسولين تنشيط الذاكرة. وساء يسمع القرآن ما يبقى القولون بإذن الله تعالى. اي سؤال عندكم واني في خدمتكم. احبكم من صميم قلبي. والي اتناس ارجعوا الى الله الى التوحيد والقرآن والسنعة تدخلون جنات النعيم. ونشروا هذا الكلام هذا علال للسحر للجن مشاكل عالي عائلة للزوج والزوجة احسن علاج وهذه ورقمات تعليمات شجرة النباق. وصلى الله على سيدنا ولا حبيبنا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله. ادعوني اخوان اخواتي. Thank you very much. خوش هستان سلا. خواف هستان ذاكم خالي تارازي بيتامتان ماش ذاكم. قوش باش يجنون سحو والسماكت. وصلى الله على سيدنا ولا حبيبنا محمد.